هل يجوز صيام أيام التشريق الثلاثة؟ ولماذا نهى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عن صيامها؟ وما هو أفضل عمل في هذه الأيام المباركة؟ حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وأنتم بخير أيها الأحباء النبي عليه الصلاة والسلام له حديث يعلمنا كيف نمارس الصيام وكيف نمارس الأكل والشرب وكيف نمارس حياتنا كاملة لم يترك شيئا إلا وعلمنا إياه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى أولا أيام التشريق نحن نعلم أن العشر من ذي الحجة هي من يوم واحد إلى يوم تسعة اليوم التاسع هو يوم الوقوف بعرفة اليوم العاشر هو يوم النحر وهو أول أيام العيد فصل لربك وانحر الثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم العيد هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق هي أيام فرح أيام ذكر لله سبحانه وتعالى طيب لماذا لم يشرع النبي عليه الصلاة والسلام الصيام فيها هنا قاعدة مهمة أخي الحبيب النبي أراد أن يؤكد لك أيها المؤمن أن الله لم يخلقك ليجهدك ويتعبك فقط تعب الصيام له وقت ولكن أراد النبي أن يقول لك إن الإسلام دين فرح بعض الناس لا يفرح لا بعيد ولا بغيره أرادك أن توسع على عيالك في هذه الأيام أن تفرح برحمة الله ولكن فرحنا يختلف عن فرح بقية الأديان الوضعية ويختلف عن فرح الملحدين أو العلمانيين فرحنا هو فرح برحمة الله تعالى فرح دائم لا ينقطع ولا يفنى لأنك عندما تفرح بالله عز وجل وبرحمته فهذا الفرح يستمر معك إلى يوم القيامة وإلى لحظة الموت لحظة موت المؤمن هي الفرح الأكبر بالنسبة له لأن هذا اليوم هو يوم البشرة تبشره الملائكة بجنة عرضها السموات والأرض المؤمن يعيش كل هذه الأيام ويصبر يصبر على طاعة الله يصبر على معصية الله يصبر على أذى الناس من أجل أن يصل لذلك اليوم عندما تأتي الملائكة لتبشره بجنات تجري من تحتها الأنهار تبشره برحمة الله ورض الله وفضل من الله ورضوان سبحانه وتعالى لذلك هذا الفرح لا ينقطع بينما الملحد يفرح بشيء مادي يفرح اليوم غدا ينتحر بسبب الاكتئاب لذلك في الإسلام لا يوجد لدينا انتحار لا يوجد لدينا إنسان يتذمر بالنسبة للمؤمنين نتحدث للأسف كثير من من هو مسلم أو يقول أنا مسلم هو لم يصل إلى الإيمان بالله والتوكل على الله والثقة بالله المؤمن الحقيقي لا يحزن على أمر من أمور الدنيا لا يسخط على ما أصابه بل يرضى وحال المؤمن يتقلب بين حالين الصبر والشكر فيصبر فيأخذ أجرا ويكون خيرا له ويشكر أيضا يأخذ أجرا ويكون خيرا له فالمؤمن يتقلب بين هذين الحالين حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فالإسلام أخي الحبيب هو دين فرح لذلك النبي أراد لنا أن نفرح طيب اليوم نرى القتل في كل مكان نرى ما يحدث في فلسطين نرى الظلم والجور طغى على الأرض نرى أن الأرض قد ملئت ظلما وجورة والعياذ بالله علامات الساعة بدأت تتجلى وتظهر كثرة الكذب وكثرة القتل وكثرة الفتن وكثرة الزلازل وكثرة الكوارث هذه علامات الساعة بدأت تظهر وتنجل أمامنا على الرغم من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرادك أن تفرح برحمة الله لأن هذا الذي اعتدي عليه ومات مظلوما هو فرح عند ربه الآن لا تظن أنك أفضل منه إذا كنت تنعم بالأمام بالطعام والشراب والمال وكل متع الحياة أو تتمتع برفاهية عالية لا تظن أنك أفضل عند الله من إنسان مات مظلوما بالعكس انظر مع إلى هذه الآية أخي الحبيب وَلَا تَحْسَبَنَّ على إنسان كهذا وهو يحزن علينا الآن هو يحزن علينا أننا نلهو وأننا ابتعدنا عن طريق الله وهو فرح لأنه لم يفعل شيئا لم يذنب ذنبه الوحيد أنه عتدي عليه بلا سبب وبالتالي يا أخي الحبيب دائما في القرآن أنا أحب فقط أن أعطيك كيف كان يتعامل للنبي عليه الصلاة والسلام مع الأمور في القرآن دائما كلمة تحزن جاءت قبلها لا مثلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ألا تحزن للسيدة مريم للمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا للنبي خطاب ولا تحزن عليهم دائما ليقول لك ليس لدينا حزن في هذا الدين هذا الدين فرح من مات مؤمنا ومظلوما هو فرح عند ربه ومن بقي حيا يدعو الله ويرجو لقاءه هو فرح برحمة الله لأن الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون ولكن ينبغي علينا أن نكثر من الدعاء لكل المظلومين في الأرض لكل من قتل مظلوما على هذه الأرض نسأل الله عز وجل لهم الرحمة وهو أعلم بهم طبعا الله لن ينتظر مننا أن ندعو لهم هو أعلم بعباده سبحانه وتعالى لذلك أخي الحبيب أنت اجتهد بالدعاء لنفسك أولا لأبويك وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة ولأهلك ولعامة المسلمين وخصة بالدعاء المظلومين منهم فهذا الأمر أخي الحبيب يجعلك تشعر براحة نفسية لأن الاكتئاب والأحزان والضغط النفسي إذا تكاثر على الإنسان يمكن أن يلحد بالنتيجة يمكن أن ينتحر يمكن أن يبتعد عن ذكر هذا ما يريده الشيطان الشيطان يعيدكم الفقر إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه المؤمن لا يخاف إلا من عذاب الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تخاف خف من ذنوبك ومعاصيك وبعدك عن الله هذا الذي يخيف وبالتالي أيها الأحبة الحكمة كما أرىها أنا من أن هذه الأيام ممنوع فيها الصيام لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا رسالة مهمة جدا أن أيام العيد هي أيام أكل أيام شرب أيام فرح أيام عيد أيام فيها الابتسامة فيها العمل الصالح فيها ذكر الله وفيها الدعاء أيضا يعني بدلا من أن نجلس ونتابع الأخبار على شاشات التلفزيون ومواقع الإنترنت وكل لحظة يعني تجد ما ينغص حياتك اجلس وقرأ القرآن وأكثر من الدعاء على نية أن ينصر الله هؤلاء المظلومين أن يرحم من مات منهم أن يطعم من جاع منهم إن شاء الله أن يسقي من عطش منهم هذا الذي يستفيده منك لا يستفيد يعني إنسان أخرج من بيته يقف في العراء لا يجد ما يأكله أو يشربه هو ينتظر منك أن تكتب تعليقات مثلا على الإنترنت أو ينتظر منك أن تتابع لا هو ينتظر منك الدعاء يا أخي الحبي أنك لا تستطيع أن تقدم له أكثر من الدعاء أو الصدق طبعا إن أمكن ذلك ولكن الدعاء أولا لأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء ولأن الله سبحانه وتعالى هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أذلاء صاغرين يدخلون جهنم في قمة الهوان وقمة الذل لأنه استكبر عن الدعاء لله عز وجل لذلك أكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى فهذه الأيام أيها الأحبة هي أيام عيد ونحن كما قلت وأكرر دائما عكس كل بقية الديانات والإلحاد وغير ذلك أنهم يفرحون بشيء مؤقت متعة مؤقتة ينام مع امرأة وتنتهي هذه المتعة ثم يعني تحدث عداوة بينهما وتحدث فضائح وتحدث أمراض منقولة جنسيا في أمريكا فقط الولايات المتحدة هناك مئة مليون يعانون من أمراض منقولة جنسيا وهذه إحصائية منشورة لديهم على موقع بيوري سيرج فمتاعهم مؤقتة فرحهم نحن فرح هنا دائم بالله سبحانه وتعالى دائما أريدك أخي الحبيب أن تتذكر معي هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون حتى الذي يموت هذا رحمة به لأن الله لا يختار لعبده إلا الخير مدى مؤمنا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء رائعا اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كان الموت خيرا لي فعندما يتوفاك الله بمرض أو بحادث أو بأي شيء آخر ما دامت سلمت أمرك لله عز وجل فاعلم أن الله اختارك في هذه اللحظة رحمة بك والإنسان أن يموت مئة موتة أفضل له مليار مرة من أن يطغى أو يفسد أو يستكبر أو يموت ملحدا أو يموت كافرا أو غافلا عن الله سبحانه وتعالى فلذلك أيها الأحبة نرجو منكم أن تكثروا من ذكر الله والدعاء وأفضل الذكر في هذه الأيام كما تعلمون لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وهناك كنز من كنوز الجنة كثير من الناس غافل عنه أكثروا من هذا الكنز الذي نزل من الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله فلن يتغير أمر إلا بالله إلا بقوة الله سبحانه وتعالى لا حول لا تغير ولا تبديل ولا تحسن ولا كشف للضر ولا تخلص من أي مرض أو مشكلة إلا بأمر الله وبقوة الله لا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم وأن يفرحنا بلقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وكل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق